الصراع الانتخابي يدخل حيز التنفيذ وها هي أول خطواته تبدأ في كاركوك بعد اتهامات من قبل النائب أحمد حيدر لتربية كاركوك بوجود شبهات فساد فيها والتي أكد على كشفها إلا أنه لم يعلن عنها رغم مراقبتهم للجان التي تشرف على التعينات شبهة 500 تعيين أكثر من 500 تعيين اللي واصل للتربية بعد الدرجات اللي كانت 2841 800 درجة قرابة 580 درجة اليوم عشرة آلاف وخمسة وخمسين عقد محاضر مخصص لكاركوك هل عشرة آلاف وخمسة وخمسين كم اشقد من عدهم قبل 2020 أوامرهم قبل 2020 واشقد صاير بعد 2020 مديرية تربية كاركوك ترد على اتهامات النائب وتوضح بعد زيارة عدد من نواب لجنة التربية والتعليم والتي كان من ضمنها النائب أحمد حيدر وإطلاعهم على عمل اللجان في التعينات وأنه لا توجد أي شبهات فساد في التعينات بل إنها كانت على أسس تعليمات الوزارة النائب أحمد حيدر اتهمت تربية بالفساد بالتعينات التعينات جرت بشكل عصولي وفق الأنظمة والتعليمات الوزارية وفق تعليمات الأمان العامة لمجلس الوزراء المفاضلة حسب المناطق قسمناها حسب المناطق كل مجموعة من المتقدمين للترشيح في منطقته أبو الحويجة في الحويجة أبو ليلان يتنافسه أبو ليلان أبو الرشاد كذلك أبو تازة فجميع المناطق الوحدات الإدارية قسمناها المرشحين يتنافسون فيما بينهم مراقبون أكدوا أن إثارة كل أمر في الدوائر الحكومية ومحاولة استفزاز مشاعر المواطنين بالمطالبة بحقوقهم والذي يأتي ضمن فترة ما قبيل الانتخابات ما هو إلا دعاية انتخابية ويصب بمصلحة المرشح فقط لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك كاركوك